بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تم استقبال رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقاً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وخلال هذا اللقاء كلف الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الحكومة بنقل تحياته الحرة وتقديره الكبير لصاحب الجلال الملك محمد السادس جوتيريش عبر عن تقديره الكبير للدور الهام الذي يطلع به المغرب في مختلف ملفات أجندة الأمم المتحدة مجدداً امتنانه للمملكة المغربية لدعمها الفاعل لمبادرات ومقترحات الأمين العام بهدف إعطاء دينامية جديدة للمنظمة ومواجهة التحديات العالمية وتقدم جوتيريش بالشكر للمملكة على تعاونها مع مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ولبعثة المينورسو